قوله صلى الله عليه وسلم تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل الله أكبر نعم وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس فقط في منطقتك وحدك بل في كل المناطق الله أكبر سبحان الله وحمد الله تملأ ما بين السماء والأرض والله يعظم رجال عبد الله عز وجل إذا كان هل أعمال هذه اللي يتحرك لساكب الكلمتين وما أكثر ما نتكلم كلمات خبيبة تملأ لكن ليش المشكل يا أخواني الواحد يقول والله في الأجر هذا يا الأجر عظيم لأدلة اللي واحد يسمعها صلي ركعتين خرم الدنيا ما فيها يتقول كلمتين تمنى ما بين السماء والأرض الذي يخيف المسلم هل قبل الله منه أو لم يقبل الله منه هل هو مخلص بها العمل أو ليس بمخلص هل سيقع بشي يحبط عمله هل سيسلم من ذلك هذا الذي يخوف العبد وإلا لو نظرت في الأدلة التي فيها أجر تجد سبحانه الأعمال يسيرة ذات أجر عظيم ليس كذلك أشياء عجيبة عجيبة يعني مثلا غدنا الجمعة إن شاء الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة ويأتي واكتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب راح صال الجمعة ودنم الإنمان وأنصت ولم يفرق كتب الله له بكل خطوة خطوة وعدها قيام سنة وصيام يا جيف هذا قيل لم يأتي بمثل هذا الحديث من الفضائل لا يمكن بعد مزد شوي بعيد يمكن مزد عند بيتكم ليس بمزد جامع ما في إلا بالقطع اللي مناك تقتسم وبكر وتمشي ولا تركب وتروح المزد وتصلي الجمعة والجو ما شاء الله لطيف وربيعي وتقرأك بعد مكسوم القرآن كل خطوة يكتب الله لك صيام وقيام سنة كل خطوة لا إله إلا الله لكن من الذي يخيف المسلم هل قبل الله منك هالعمل ولا لا هل أنت مخلص هل يعترض لك شيء يبطل عمل لين أشركت لأحبط أن عملك الشرك يبطل النبو ولو أشرك نبي صور شوف الشرك قال الله عزو لين أشركت لأحبط أن عملك هو معصوم صلاة رب السلام عليكم وذكر الانبياء فقال ولو أشركوا لأحبط عن الماك يعملون الذي يتنمى أتى وقلوبهم وجلة تعجبت عايش مادم يقوموا بأعمال طاعة الله ورسوله لماذا قلوبهم وجلة يا رسول الله هم الذين يصلون ويصومون الزكون ويزنون ويسرقون يعني لأنهم قال لا هم الذين يصومون ويصلون ويصلون ويصوم ويزكون ويخافون أن لا يقبل منهم هذا المخيف فالإنسان ما يعلم أقبلت أعماله أم لا وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسب قال المفاجآت المصيب المفاجآت ما يدل الإنسان يتفاجأ ولا العمل هذا كله رياء ولا باطل ولا معجب بعمله ولا في قلبي مثل قال ذرة من كبر ولا ولا الله المستعى لذلك المسلم عليه وهو يعبد الله أن يكون خائفا وجنا ما يدل أيقبل منه أم لا والله المستعى